السلام عليكم من الزوينين ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم في هذه القصة الجديدة ولها الظاهرة اللي من خلالها غنعرف واحد حاجة اللي مهمة مهمة بزاف القصة دينا غا تبدأ مع واحد سيد اللي اسمته ستيف هاد سيد كان مدير ديال المطعم واحد نهار خرجي تعشاه هو صديقة دياله ومن بعد مسالة والعشاء البوليس غا يشدوهم حيث غا يلقاوا بالصدفة الطموبيل ديال خونة ستيف كتشبهه للطموبيل ديال واحد خونة اغتاصب واحد البنت وايضا هاد خونة ستيف غا يكونت يشبه لذك المجرم لمهم البوليس خدوا الصور ديال خونة ستيف ومشاول عاد البنت باش تتعرف على المجرم ومن بعدها تقول باللي ستيف ولا اغتاصبها البوليس شدوه واخونا ما فهموا له والمشكلة الكبيرة اخوتيه هو انه نهار المحكامة البنت كتأكد وكتقول باللي هاد السيد ولا اغتاصبه وفي حال تبتات عليه التهمة حتى واحد ما غا يتيقه وغا يدخل للحبس في الاخير كانت صدمة كبيرة بالنسبة العائلة دياله وقع للناس اللي كيعرفوه حيث هاد السيد مون ضابط وما يقدرش يدير هاد الفعلة المهم اخونا دخل الحبس ودازت الايام واحد نهار غا يقدر يتواصل مع واحد الصحفي اللي اسميته اندرسن بول هاد الصحفي غير سمع القصة ديال خونة وبدك يقلب وحس بانه ممكن يكون مشي هو اللي دير هاد الفعلة وبانه شي حاجة كي نتمه المهم الصحفي دار في باله بان هاد السيد بريء وبدك يقلب حتى لقى المغتاصب الحقيقي اللي غا يعاود كل شي وغا يأكد بانه هو اللي يغتاصب ديال بنت وهو اللي دار كل شي بان هاد السيد رغيم زرف ومن بعد اعطاوه المعلومات القادي والتحكم ستيف في البراءة اخيرا كان خونة مظلوم وخرج منها سالم غانم من بعد سانة ديال الحبس لكن ستيف مبغتش تسرط ليه كيفاش خونة قيدوه وزعام ديال الحبس وضيح حياته وغير هكك خسر خدمته وبزاف ديال الحوايج عائلته والناس اللي كيبغيه هو ينوض ارفع عقادية عند البوليس ومن بعد عند المحكامة سيد تأزم بزاف احتاجاته ازمة قلبية ومات بسبب الضغط اللي وقع عليه هو في عمره 35 عام هادش اللي قلنا لكم اخوتي خلانا انا نطرحه بزاف ديال الاسئلة كيفاش تحولات هاد الهاضرة ديال البنت حتى ضلمو هاد السيد وكيفاش تدخلوه للحبس وهاد السيدة ما كانت كتعرف عليه والو ما كتعرفوش في الحياة الواقعية واش هاد السيدة هي المسؤولة عليه بشكل كامل وعلى هاد شي كامل اللي يطرى ليه ولا ممكن نعضروها حيث عندها واحد الحاجة اللي اسميتها الذاكرة الكاذبة والغلقة ديال المحكمة اللي اعتمدت ايضا على التصريح ديال هاد السيدة هو اللي يعني يغتصبني وما حاولش انها تدربحت وتلمس اديله يعني ملموسة عموما اخوتي كان ستيف هو الضحية الاول والاخير في هاد الكاريتة اللي وقعت ولكن اللي غدي نقول لكم فهو ما كانش اول واحد غيوقع عليه هاد البلان في احصائيات في ميريكان نفس البلان وقعه وتم الاعفاء على 301 عن طريق الدي اي اي ومنهم اللي تحكم عليه بعشرة تل ثلاثين عام ديال الحبس هو ما دير تشي حاجة والقوم اللي خمسة وسبعين في المية سبابهم الداكرة الكاذبة ده بالسؤال اللي غدي نطرحوه شنو البلان اللي غيخلي الداكرة تتشوه حتى لها الدرجة الدكتورة اليزابيت لوفتوس من خبراء الداكرة دارت واحد تجريبا هي جون بيل مير مشي بيل مير ديالنا بيل مير ديالهم على انهم غيجيبوا فيديوهات فيهم حوادث وغيوريوهم الناس ومن بعد غيسولوا كل واحد على التفاصيل ديال الحادثة لكن باسئلة مختلفة ولكن عندها نفس ديال المعنى وهنا غدي تصدموا وغيلقوا بان الاجوبة كانت مختلفة بالرغم ان الفيديو واحد والسؤال واحد بالرغم انهم فقط غيروا الطريقة ديال السؤال كي اللي قال حويج مكانوش وكي اللي غير زاد امور من راسه وهنا القواب اللي الداكرة مديرش في حل الكاميرا مشي اي حاجة شافتها غتقدر توصفها كيف ما هي وتبقى عاقلة عليها اي ما غتقدرش تعتمد عليها مية في المية وايضا جابوا حد صويرهم صاحبة بالفوتوشوب على اوباما كي يسلم على الايراني احمد نجا الرئيس اللي كان سابق ديال ايران وشي ناس قالوا بي انهم تفكروا هاد اللقطة وبدوا كي يعطيوا تفاصيل وامور اللي هي اصلا ما كيناش وانا تصويرها مصعبة غير الفوتوشوب وتتصويرها ما كيناش اصلا وايضا دهروا حد جريبة اخرى جابوا شي وحدين وقالوا لهم بالليرة الوالدة ديال قتلنا انك واحد نهار تلفتي في الغابة وهنا غيلقوا بان 25% من هاد الناس بانها تقيقات هاد الامر وبقعت كتتوقع وكتقول احداث يعني طرات لها في ذاك الوقت واحنا غنقولوا لكم بانها تجريبة اصلا قانت من محض الخيال واحتى امر ديال الام اللي قالت القصة هو فقط يعني شيء مفبرك في التسعينيات واحد دكتور سميته سول كايسين في الجامعة غادي يتهم شي طالبة بلي خسروا البيسيات ولكن في الحقيقة ما داروا والو في اللول قالوا بانهم ما داروا والو وما خسروا تشي حاجة ومن بعد جابوا واحد غيقول بلي انه شافهم باش خسروا البيسيات بانه شاف كل شي على عينه المهم الاغلب يعتارف وخما داروا كين فيكم دبالي غيقول بان هاد خوطنا يعني مطمسين معارفين نوالو والداكرة ديالهم انها ناقصة وخكين واحد دراسة نشراتها بيهانس اللي جابوا فيها ناس كي قدروا يتذكروا مزيان يعني يقدر يوصف لك اي حاجة وقعت لي في واحد الحقبة زمانية ولا في شي بارتية بالتفاصيل المملة يعني عندهم داكرة قوية ولكن حتى هاد خوطنا اللي عندهم داكرة قوية يلقاوا بانهم كيزيدوا شو امور لاصلا المكان يعني بخلاصة اخوتي من هاد شي كامل ماشي اي حاجة تقدر تعاودها تقدر تكون بالصحة ويقدر تكون الداكرة الكاذبة غير تفاشي امور ايضا ما يمكنش اي حاجة في الداكرة غالطة لكن كيبقى الاحتياط وخصوصا في الجرائم كيف ماشفتوا الناس دوزات الحبس غير باطل ما داير نوالو وكانوا غير ضحية لها الداكرة الكاذبة ما تنسوش اخوتي تقولوا لينا شنو بلكم فهذا البلان وكان واحد المثال المغربي تقولك دائما مغاربك يزيدوا بليلة مغاربك يزيدوا بليلة يعني الامور اللي يسمعوها ضروري اعطلقها مغيرة اذا اخوتي الى وصلتي انتال هاد المرحلة هادي وشفشي هاد الفيديو انا كنقولك شكرا بزاف على انك تبعتي الفيديو من الاول وتل اخر كنشكركم بزاف ونشوفكم في الحلقة الجاية لا تنسوش انكم تضيلوا لايك وسبسكرايب ونشوفكم في الحلقات الجاية سلام عليكم اشتركوا في القناة